في الحديث عن حيرة التغذية العلاجية وبنتكلم دلوقتي عن المشاكل اللي بتخلينا ما نلتزمش قوي في الغذاء الصحي ما نلتزمش قوي في نظام غذائي عايزين نمشي عليه لخفض الوزن مثلا أو لتحسين جودة الحياة مش كل ريجيم أو كل دايت علشان خفض الوزن أحياناً الرجيم بيكون مطلوب علشان جودة الحياة علشان ظهرك ما يبقاش فيه ألم علشان سنانك تبقى كويسة علشان جهازك الهضم يبقى كويس عشان تناموا كويس تفاهمين قصدي؟ يعني فقدان الوزن دا احنا حطينا الموضوع دا لخصنا كله في فقدان الوزن مع أنه هو الموضوع كله له علاقة زي ما بقول بجودة الحياة وزي ما قلتلكم قبل الفاصل على طول لما تحسوا أن فيه معلومة عليها تضارب زي الأمثلة اللي قلناه اللبن الحليب مضر ولا مش مضر البيض مضر ولا مش مضر هو البيض الأحمر أحسن من البيض الأصفر ولا الأخضر حاجات كده زيت الزدون يتحط على النار ولا لازم نستخدمه بقى لما تحسوا أن فيه أزمة كده في المعلومة خلاص ادخلوا على مواقع جيدة في الانترنت يعني اكتبوا كده الموضوع خلاص وجوجل ما شاء الله ما بيأثرش هيطلع لكم حاجات كتيرة منها ما هو جيد ومنها ما هو لازم يعني نبلغ عنهم السلطات نعرف إزاي بقى المواقع الجيدة تقروا الخبر تلاقوا الكلام موجود كويس تقلبوا بقى في نفس الموقع ده تكتبوا حاجات تانية فتلاقوا أن الموقع يعني دي وسيلة من الوسائل التأكد من جودة المواقع على فكرة لتتكلم في الحاجات الصحية أو الحاجات الطبية جربي كده مثلا حضرتك أو حضرتك تكون فيه معلومة أنت عارفها بقى يعني مثلا فيه دكتور قال لك معلومة أنت متأكد منه وكتب العنوان وشوف نفس الموقع اللي أنت بتراجعه ده وشوف هم كاتبين إيه عن المشكلة اللي أنت متأكد أو اللي أنت متأكدة من الموضوع لو لقיתי نفس الكلام تعرفي أن ده موقع شاطر موقع القائم عليه ناس ليهم علاقة بالطب وبيتحروا الدقة والكلام ده كله فهمتوا قصدي؟ ده تست كده ممكن تعملوه كويس وتقيسوا بقى بعد كده خلاص وتبقى الموقع ده تحطوه في اللستة ما يبقاش الوحيد ده في اللستة كده اللي تتأكدوا منه دايما طيب المشكلة اللي بعد كده إيه المشكلة الخامسة طوفان الإعلانات التجارية طوفان من الإعلانات التجارية في الشوارع وفي وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل عن الأطعمة الجهزة والمطاعم وطرق الإعداد المتهورة واللي مش متهورة والحقيقة أن كل ده مش معظمه لا كله مضر يعني أنت تمشي كده في الشارع وتلاقي يقول لك مش عارف إيه وتلاقي إعلان عن نوع من أنواع المحلات بيقدم فراخ مش عارف ما غلط كلها غلط والزيوت اللي فيها اللي هي كل فين وفين لما تتغير وبتتقلي بطريقة بيسموها ديب فرايد يعني يعني تبقى ديب فرايد يعني أن هي بتبقى الزيت الغزير وتقول الحاجات دي غلط أو الحاجات اللي فيها أصوصات مش عارف عاملة إزاي أو تلاقوا مش عارف ناس بتاكل في مطاعم اللي بيعملوا ريفيوز بقى خلاص اللي هي بالعربي ريفيو هات ما عارفش إحنا بنعرّب الحاجات بطريقة لطيفة خلاص فتلاقوا الناس عادة تاكل كهة وتلاقي أنت بقى إيه ريئك تجري وخصوصا لو الحاجات دي تشابت بالليل فتبصت لقي نفسك جعت فتقوم تفتح كده ولا تفتحوا تلاقي وتقول ما نعمل حاجة كده بسرعة طب ما نعمل زي اللي شفناه في الفيديو طب متى معظم اللي بتعرض ده إن لم يكن كله غلط وعايز أقول لكم إن حتى الأماكن دي لما بتروحوها أنتوا بقى شخصيا الأكل اللي بتقدم لكم بيكون مختلف خالص عن الفيديو اللي انت شفتوه خالص وأظن في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي دي في ناس وقعوا في المطب ده كتير قوي قالوا الله ده احنا روحنا لما شفنا الفيديو الفلاني الأكل لا هو هو ولا الكمية ولا الجودة ولا أمال إيه اللي كانوا قاعدين يقولوا يا سلام ويا مش عارف إيه طيب يبقى المشكلة دي إيه حلها إيه الاقتناع إن ده فعلا مضر اللي انتوا بتشوفوه ده الإعلانات واللي في التلفزيون مضر والسور والفيديوهات اللي بتشوفوها دي غير خالص اللي بتتطبق أو تقدم على أرض الواقع ده بخلاف التكلفة المادية اللي بقت كبيرة جدا الحقيقة للمغامرات اللي من نوع ده يعني الأكل خارج المنزل أصبح مكلف بطريقة رهيبة